هذه المعركة تعتبر أقوى معارك المسلمين ضد أهل التوراة هي أهل التوراة اللي تعرفونهم واللي ما أقدر أقول أسمه عشان اليتيوب لا يتحسس منطقة خيبر هي أقوى منطقة في جزيرة العرب كاملة والقوة مو بس في مقاتلينها القوة حتى في بناءها في حصونها جدا منيحة وكانت من سابع المستحيلات أنها تفتح أو أحد يغزوها يعني مجنون اللي يحط راسها براس أهل خيبر عشان كذا كانت هي مصدر الفتن لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بفتح هذه المنطقة اللي كانت مستحيل فتحها لدرجة أن بعد فتح خيبر تغيرت نظرة العرب للمسلمين تماما جدريا شفت إذا غلبت أقوى واحد في المنطقة واللي يخاف ويهابها الجميع وأنت بكل سهولة تجي وتغلب هذا الشخص كيف أن الناس بعدها تنظلك بنظرة هيبة هذا اللي حصل مع المسلمين وهذا اللي خلاهم يدخلوا مكة من دون أي تحر قد ذكرنا هذا القصة في مقطعين مختلفة وكان بين كل مقطع شهر كامل وكان صعب على بعضكم أنه يجمع ما بين المقطعين واللي بعضكم أصلا ضيع في القناة فبناء على طلب بعضكم أني أجمع معركة خيبر في مقطع واحد يكون لنا وللزمن وللأجيال اللي بعدها مرجع لنا نحن ومرجع للأجيال اللي بعدها وبعد ما خلصنا هذه الفقرة نبدأ أكبر معركة خاضها المسلمين ضد أهل التوراة بسم الله نبدأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشيل باب حصن كامل ويستخدم هذا الباب الضخم كدرع ضد العدود أغلبنا يعرف هذا الحدث لكن ما يعرف إش القصة وراها وليش حصلت هذا الكرامة لعلي بن أبي طالب ووين كان درعه في هذه اللحظات وهل هذا الباب فعليا تقيل لهالدرجة وكيف الصحابة رضي الله عنهم شافوا هذا الموقف العجيب في قصة اليوم 14 ألف مقاتل من خيبر من أصحاب التوراة اللي أنتوا عارفينهم يحوطون حول جيش النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان 1400 مقاتل من المسلمين فقط وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها متجه لخيبر نعم خيبر أقوى المناطق حراسة في الجزيرة العربية كاملة وهي منبع الفتن والدسائس والخبث كامل حتى إنها هي سبب الفتن بين قبائل العرب منذ الأسل وأكثر منطقة تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في هذه المنطقة بالذات فيها مؤونة تكفي سنين طويلة حتى لو خلت الأرض من الأكل والشرب يبقى عندهم أكل وشرب فكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الجيوش الضخمة وإيش قصة حمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الباب كل هذا راح نحكيه بإذن الله في قصة اليوم حصون خيبر مقسمة لقسمين زي ما قلنا قبل كلا اللي بالمقدمة خمسة حصون وهي قسمين بعدها قسم في وادي اسمه وادي النطاح وفيها ثلاثة حصون يعني في الوادي هذا ثلاثة حصون حصن الناعم اللي فتحوه المسلمين اللي ذكرناه في القصة اللي راحت ومن بعدها حصن الصعب ومن بعدها حصن قلعة الزبير اسمه زي كان هذا اللي في وادي النطاح أما القسم الثاني أو الشق الثاني هو في منطقة اسمها الشق وهي حصنين حصن أبي ونزار وهي على منطقة مرتفعة أكثر من وادي النطاح يعني عندك الوادي ومن بعدها مرتفع شويتين ومن بعدها مرتفع كبير وهي الحصون الكبيرة وهو الشق الثاني الشق اللي وراء وهو الكبير وحتى أسماءها عجيبة يعني أسماءها صعبة شوية حسن القموس وحسن النطيح شفت كيف وحسن السلالم والظاهر أن هذا بعيد جدا يعني من اسمك كثيرا فيه السلالم أتمنى أنك تصورت خيبر الحين أمامك وهذه النطاة منطقة الشق أو من بعدها المنطقة العليا وأعلاها حسن السلالم في السنة السادسة من الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من صلح الحديبية كانوا الصحابة متحطمين من هذا الصلح كان في أنفسهم أنهم راح يعتمرون لكن كل هذا تحطم وفاق ذا كل تم صلح في ظلم للمسلمين لكن الله سبحانه وتعالى وساهم بهذه الآية فقال الله سبحانه وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمة طبعا هذه الآية خلت الصحابة رضي الله عنهم يستبشرون وتتحسن نفسياتهم وأيقنوا بأن كل اللي حصل هو تخطيط إلهي من الله وعرفوا بأن اللي حصل لهم خيرة فمرت الأيام إلين جات سنة سبعة هجر إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأنهم يتجاهزون لغزوة جديدة غزوة خيبر فعرفوا الصحابة بأن هذه هي الغزوة اللي وعدهم الله سبحانه وتعالى مغانمة كثيرة لأن خيبر مليانة مؤونة وذهب ومليانة بالنخيل مليانة بالخيرات يعني مغانمة كثيرة من كثر النخيل اللي في خيبر في منطقة اسمها الكتائب هذه المنطقة بس فيها أربعين ألف نخلة فلا كأن تتخيل كيف بتكون خيبر كامل بس كل الصحابة يعرفون بأن هذا الأمر ما راح يكون صعب لأن خيبر زي ما قلت قبل كذا مدججين بالأسلحة وفيها أقوى المقاتلين طبعا بعد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتجهزون جوق هذلاك المنافقين اللي يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة اللي في صلح الحديبية شافوا بأن خيبر فيها مغانم كثيرة وإن الوضع فيه فلوس الوضع مبلاش فقالوا أفا عليك حنا نخرج معك حنا الحين عضت أفا عليك يبغون السمن تعارفين ما يبغون نصرة الدين أبدا يبغون بس الفلوس فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم سيقول المخلفون إذ انطلقتم إلى مغانمة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فرفض النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وأمر بأنهم لا يخرجون معهم أبدا ولا يخرج أحد في قلب حب دنيا أبدا لأن الآية اللي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعدبكم عذابا أليما اللي يخرج فقط للجهة لا يخرج معنى إلا شخص يقاتل عن عقيدة وهذا هو القتال الحقيقي اللي يحارب عشان فلوس ضعيف ينسحب بسرعة أما اللي يحارب عن عقيدة يكفيه أنه يشوف يظل سيف العدو الجنة فما خرج ولا واحد من المنافقين أبدا وما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الألف والأربعمية اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت هم هذولاك فقط من الصحابة اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغاسوة 1400 ضد 10 ألاف مقاتل محترف بس من هم الأربعة ألاف الإضافيين هذولا؟ من وين جوا؟ هذا اللي راح نعرفه في القصة ألمهم أن 1400 ضد 10 ألاف مقاتل محترف مدججين بالأسلحة يا ساتر وهذا دليل على أن اللي يقاتل عن عقيدة أقوى بأضعاف من اللي يقاتل عشان مكسب فقط أو اللي يدافع فقط عن دارة وأحلى ألمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تجهزوا للخروج وجعل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة يجلس في المدينة عشان يحميها ويكون فيها أمير يعني ولاه المدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حمارة وجملها وركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمارة وخرجوا الصحابة متجهزين للقتال يقول أنس بن مالك كنت أشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حمارة يصلي برأسه نافلة الصلاة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم النافلة برأسه وهو مسافر ومن هنا استنبط أهل العلم بأن من يصلي برأسه وهو مسافر في مركبته جائس المهم أن من اللي خرجوا للقتال عامر ابن الأكوح رضي الله عنه أظنكم عرفتو هذاك الشخص اللي كان سبب إسلامه الذيب عامر ابن الأكوح كان راعي غنم وشاعر ومقاتر شرس جمع بين هذه الثلاث فكانوا الصحابة يمشون مع عامر ابن الأكوح وهم يعرفون بأن له في الشعير فقال واحد من الصحابة اللي يحبون الشعر أسمعنا من شعرك أعطنا أبيات فقال اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لقينا وألقينا السكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح يعولوا علينا وبدأ الصحابة يرددون هذه الأبيات بصوت عهد بدأوا يرددونها عشان معنوياتهم ترتفع فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يرددون هذه الأبيات فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق يعني من اللي قال هذه الأبيات قالوا الصحابة عامر ابن الأكوح يا رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله غفر الله له حين انصدموا الصحابة كلهم ومن اللي انصدموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يترحم على شخص أو يستغفر له إلا مات يعني أن أجل قرب عامر بن الأكوع كان مقاتل شرس لكن مشكلته كان سيفة قصيرة تذكروا هذه المعلومة مزبوطة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل ما بين حماره وجمله في يوم سمع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحم عليه قال عمر بن الخطاب لولا متعتنا بعامر لأنه كان مقاتل شرس عرف عمر بن الخطاب أنه راح يموت فالحين صار عامر بن الأكوع محط أنظار الصحابة ينتظرون نش اللي راح يصير له قرب النبي صلى الله عليه وسلم للخيبر وكان وقتها ليلة قد أظرم الليل بس ما خيم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب اللي هي جهة المدينة لأنه كانت خيبر لها أربع جهات الجهة الجنوبية والشمالية والغربية والشرقية من جهة الجنوب كانت المدينة ومن جهة الشمال غطفان في النبي صلى الله عليه وسلم ما خيم من جهة الجنوب التفحول خيبر وخيم من جهة الشمال اللي هي جهة غطفان ليش سوى النبي صلى الله عليه وسلم زيه كده لأن غطفان كانت حليفة الخيبر فعشان ما تمد خيبر بالمأونة والجيوش خيم النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر وبين غطف خيم النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الحصون عشان ما يشوفونهم ما يبغى الخبر يوصل لهم الحيل فجلسوا الصحابة يناظرون في هذا النخيل الكثيف وهذه الحصون الكبيرة وكان وقتها ليلة فاقترحوا الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغسون الحصون في الليل بس النبي صلى الله عليه وسلم رفوا كان سبب رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه نساء وأطفال وما يبغي يزعج النساء والأطفال ويلعبهم واشدخل النساء والأطفال في الحروب وهذا رد لكل شخص يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسيف النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالعقيدة أتى بكلام الله وبعض الأشياء المهمة لابد أنها تفرض فرق فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة إن فيها أطفال وما لهم دخل في الحروب بس فجأة إلا برجل من غطفان رجل جاه من غطفان كان قد أسلم جاء بخبر عظيم للمسلمين قال للمسلمين بأن غطفان خرجت بأربع آلاف رجل أربع آلاف رجل من خلف المسلمين يعني صار أمام المسلمين عشر آلاف رجل وخلفهم أربع آلاف فصاروا المسلمين في موقف لا يحسدون عليه فجلس الصحابة يتشاورون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الغطفان هذا بين الصحابة فشار الغطفان هذا اللي أسلم بشوره قال أنا يا رسول الله أخدلهم عنكم هما ما يعرفون أني أسلمت أروح وأخدلهم عنكم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغطفاني يخدل فانطلق هذا الغطفاني للجيش أول ما وصل للجيش بدأ يصيح في الجيش وكان في بعض اللي أسلم من غطفان في داخل الجيش فزبط الوضع فقام هذا الغطفاني يصيح في الجيش بأن محمد خرج بجيش عظيم من المدينة متجه لأهاليكم خرج بجيش ثاني مختلف من المدينة متجه لأهاليكم يحتل غطفان ارجعوا طبعا غطفان خرجت لأنهم متحالفين مع خيبر على أنهم يأخذون ثمار خيبر لمدة سنة في يوم شافوا هذا الشخص جاههم بهذا الخبر قالوا لا السالفة فيها أموال فقط خلونا نرجع لأهالينا وديارنا أهم وتخاذلوا ورجعوا لديارهم والحي ما بقي للمسلمين إلا خيبر أمامهم بس كانوا برضو عشر ألاف مقاتل موبسالين فقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بداية الصبح باقي ما أشركت فصلوا صلاة الفجر وباقي الدنيا ظلام يعني صلوا صلاة الفجر في أول وقتها وأول شروق الشمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم لحصون خيبر قدموا إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قيفه وبعدها ناظروا الصحابة رضي الله عنه في هذا اليسون الضخمة وكأن قدامهم واجب عظيم جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأراضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما أذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعود بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا باسم الله فقدموا الصحابة شويتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول هذا الدعاء قبل ما يدخل أي قرية والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم خرجوا بعض فلاحين أهل خيبر خرجوا معهم ماشيتهم ومساحيهم يبغون يرعون بماشيتهم بس ما كانوا يعرفون بأن أمامهم جيش كبير فناظروا فشافوا لهذا الجيش الكبير شافوه أمام عيونهم فقالوا والله محمد محمد والله جيش كبير أتى محمد بالجيش فراجعوا بسرعة الحصون هم مقفر على أنفسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خريبة خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين الحين بدى الجد عرفوا خيبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهم بالجيش وإنما أمامهم إلا الصيف ما في أي طريق ذلك أو إنهم يدخلون في الإسلام فقط فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون متى يقام الأذان داخل خيبر فإذا أقيم الأذان وقفوا الحر وقفوا الهجوم خلاص انتهى كل شيء وانصدموا بهذا الأمر اللي شافوه بس قبل ما أقولكم هذا الأمر لازم نعرف كيف طبيعة خيبر الجغرافية خيبر هي عبارة عن حصون كثيرة جدا حصون ونخي بس فيها ثمانية حصون تعتبر هي الأكبر وهذه الحصون موزعة على قسمها قسم في خمسة حصون والقسم الثاني في ثلاثة حصون الخمسة حصون كانت في المقدمة الثلاثة الحصون الكبيرة كانت في مرتفع وفي الخلف وكان أول هذا الحصون وهي أشدها حراسة حصن ناعم وهو أول حصن راح يفتح من هذا الحصون كامل واللي راح نحكي قصتها الحين طبعا الصحابة كانوا منتظرين هذا الأذان يقام داخل خيبر بحكم أن أهل خيبر هم أهل التوراة ويعرفون قطعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو النبي المذكور في التوراة بأنها النبي الأمي الذي يتكلم بكلام الله فمن باب أولى بأنهم يدخلون في الإسلام لكنهم انصدموا الصحابة بهذا الأمر اللي شافوه أمام عيونهم ما هي دقائق بسيطة إلا بالحراس يظهرون من فوق الحصن محاربين أشداء يطلعون من رؤوس الحصون والصحابة واقفين كالجبال وإلا برجل يفتح باب الحصن ويخرج من هذا الحصن فنظر الصحابة إلا وهو كبيرهم وعظيمهم مرحب وكان ملكهم في ذاك الوقت وكان يرقص بالسيف بكل ثقة يرقص ويتمخطر ويتكبر بهذا السيف اللي معاه كان يمشي ويردد على لسانه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب وقعد يرقص بسيفه يعني جالس يدعو للمبارزة بسيفه بس ما تتوقعون من اللي خرج من المسلمين في ذاك اللحظة خرج عامر بن الأكوح عامر بن الأكوح اللي ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لها وهنا يحكي ولد أخوه سلمها ابن الأكوح يحكي القصة بنفسها يقول يوم انتهى مرحب من الشيخ قام عمي عامر وقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر فوقفوا أمام بعض مستعدين للقتل وبدأ صراخ جيش خيبر من فوق الحصون تعلى وتعلى وبدت المبارزة هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يصد وهذا يضرط فجاء مرحب يبغى يضرب عامر فصد عامر الضربة فطار سيف مرحب صار مرحب من دون سيف والحين القوة في يد عامر فرفع عامر سيفه يبغى يقطع رجل مرحب بس للأسف سيف عامر ما كان طويل ما كان طويل بما فيه الكفاية فمر سيف عامر ولا قطع رجله ورجع على رجل عامر نفسه فصقع السيف في ركبة عامر فقطعها نصف حين في عين ركبة عامر فطاح عامر في الأرض وركبته نصف حين وهو يصيح ويتألمه تخيل صقع السيف في نصف الركبة تخيل معي الألم يا رجل فانطلقوا الصحابة وأخذوا عامر وسحبوه للخيمة يتعالج وهنا شكوا الصحابة بأن عامر سيموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه ورجعوه للخيمة طبعا جرح عامر ما كان حين وبدت حالته تسوء شيء فشين وبدأ الناس يتكلمون بأنه سيموت منتحر لأنه قتل بسيفة وهذا انتحار لأنه قتل نفسه بنفسه وبطل عمل عامر وبدت الأصوات تتردد بهذا الكلام وفعليا مات عامر بسبب هذا الجرح وكان عامر ابن الأكوع مثل الأب لسلمها ابن الأكوع كان مثل أبوه يقول سلمها ابن الأكوع بكيت بكاء شديد يوم عرفت أن عمي قتل وإن مات بسبب سيفة والناس قاعد يتكلمون بأن حبط عمل وإن عمي انتحر يقول في البكاء اشتد عليها إلى درجة شديدة وبدأت أركض وأجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهي مليء بالدموع وبدأت أعتقد بأن الناس صادقين فركت للنبي صلى الله عليه وسلم ووجهي مليء بالدموع وأقول يا رسول الله يا رسول الله الناس يتكلمون ويقولون أن عمي انتحر وإنه في النار يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك فقلت يا رسول الله الناس الناس يقولون كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك إن له أجرين إنه لجاهد مجاهد طبعا من هذه اللحظة بدأ قتال المسلمين لأول حصن في خيبر كان أشد الحصن حراسة منيع جدا فكانوا مقاتلين خيبر يرمون بالنبال وبالسهار والصحابة يأخذون هذا النبل وهذا الحجارة ويردونها على هذا الحصن وهذول المقاتلين جلسوا على هذا الحال كل يوم صحابي يأخذ الراية جلسوا سبع أيام على هذا الحال يقاتلون قتال شديد ويرجعون ولا كإن صار شيء أفضل في اليوم الثامن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لأبو بكر وأمره بأنه ينطلق فيقاتلون المسلمين أشد قتال خلاص يبغون يفتحون هذا الحصن فما يستطيعون المسلمين أبدا فيرجع أبو بكر بهذه الراية للنبي صلى الله عليه وسلم ففي اليوم التاسع يعطي هذه الراية لعمر بن الخطاب فقاتل عمر بن الخطاب قتال شديد وحاولوا بأنهم يقتحمون هذا الحصن بشدة الوسائل فما قدروا وكانوا مقاتلين خيبر على شدتهم وكثرة أسلحتهم يقاتلون من فوق هذا الحصن ما ينزلون أبدا يرموهم بس بالنبات صدق الله سبحانه وتعالى يوم قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر فأسهم بينهم شديد تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ففعليا ما كانوا يقاتلون وجه لوجه إلى يوم كهاته وهذا عندهم ماءونة تكفيهم سنين وأبار وسلاح حتى وهم مقاتلين وهم أكثر من المسلمين فنجرح الكثير من المسلمين ومن شدة القتال والتعب وصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عينها وصيب بزي الرمد في عينها كان صعب أنه يشوف فرجعوا من اليوم التاسع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الراية وكأنهم ما سووا شيء أبدا ففي ليلة اليوم العاشر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبيدها الراية لا أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسولها ويحبه الله ورسولها لا يرجع حتى يفتح لها فقاموا الصحابة كل واحد يتزبط ويتأنتك كده ويحاول يبرز نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يشوفها يحاول يلفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم عسى يكونه يحبه الله ورسوله يعني منزلة عظيمة فقال بريدها ابن الحسين وأنا في من تطاول لها كان هو قصير القامة صار يمشي على روسة صابعة عشان يطول في شوفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئك أن أدعى لها يعني بديت أبرز نفسي للنبي صلى الله عليه وسلم ودائما أظهر للنبي صلى الله عليه وسلم الحين الصحابة كلهم منتظرين اليوم غد ينتظرون النتيجة من هو هذا الشخص العظيم كل واحد يقول يا رب يكون أنا منزلة عظيمة يا رجل في صحية الصحابة لليوم العاشر من الحصار فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته وأخذ الراية ونصابها في الأرض وصحابة منتظرين كل واحد منتظر النتيجة كل واحد متزبط ونافق صدره وبينون على ملامحهم الجد والاشتهاد فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين علي أين علي بن أبي طالبة عرفوا الصحابة بأن علي في عينه رمض عينه تعبانه يشتكي من عينه فكأنهم حسوا في أن في فرصة ثانية فقالوا يا رسول الله علي يشتكي من عينه يا رسول الله يعني كأنهم يقولوا لها يعني واحد ثاني عسى يكون أنا بس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدي فجابوا علي للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم علي فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه كان بالكادر وجلس يمسع على عيونه ويدعي الله سبحانه وتعالى ففتع علي بن أبي طالب عيونه إلا بعيونه رجعت أحسن مما كانت فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله إنها صارت أحسن مما كانت فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوه ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه خوالله لأن يهدين الله بك رجلا واحد خير لك من أن يكون لك حمر النعم فأخذ علي بن أبي طالب الراية ووقف أمام حصونهم ومعهم هذه الراية ومن بعدها صاح فيهم ودعاهم للإسلام وعلى إن موسى نبي المسلمين والموحدين مو المبتدعين الضالين وإنهم يدخلون في الإسلام وإن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بس أنصدم علي بن أبي طالب أن مرحب خرج مرة ثانية بسيفة يتمخطر ويرقص وهو يغني ويقول قد علي متخيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلا فرد عليه علي بن أبي طالب وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاح كيل الشند فخش مرحب بالقتال مباشرة بدأ يقاتله وعلي بن أبي طالب يبارزه بس تبارز من؟ تبارز علي بن أبي طالب والله لو أنك وش تكون؟ فرفى علي بن أبي طالب يده فضرب رأسه فإذا برأسه نصفين فطاح مرحب على الأرض ورأسه نصفين أمام عيون محاربين خيبر كلهم فانطلقوا الصحابة بعد ما شافوا هذا الموقع ودخلوا حصونهم وقاتلوهم وبدأ أول حصن ينهار أمام المسلمين وقاتلوا المسلمين وكان القتال شديد ما بين مقاتلين أهل خيبر والمسلمين فخرجوا أخوان مرحب ينتقمون لأخوهم مرحب فراحوا لعلي بن أبي طالب يقاتلونه فقاتلوه حتى كسروا درعه ضربوها أربعة من الجنود فكسروا درعه علي بن أبي طالب وصار علي بن أبي طالب يحتمي بسيفه يعني استخدم سيفه كدرعه يحمي نفسه من الضربات بسيفه ويبارز ويقاتل بنفس الوقت وهو يدافع عن نفسه بسيفه ويدور بيدها الثانية لأي درع ثاني لأي رجل ثاني وهو على هذا الحال مسك بحديدة بس الحديدة هذه ما كانت درعه الحديدة هذه كانت باب الحصن شل هذه الحديدة ورفعها إلا بالأجساد أمام الصحابة ترتفعها إلا بعلي رضي الله عنه بيدها باب الحصن منظر عجيب أمام الصحابة الصحابة يم شافوا هذا المنظر انصدموا من اللي شافه تخيل الجذة وهي ترتفع في الهواء يقاتل ويدفع العدو بهذا البحث طبعا الصحابة نفوسهم ومعنوياتهم ارتفعت وأهل خيبر انصدموا من هذا المنظر اللي شافت إش هذا الرجل فبدت معنويات العدو تتكسر وتتحطى مع أنه كان قتالهم شديد جدا فبدوا ينسحبون شيء فشيء من حصن نائم وينحازون إلى حصن الصحب بن معهد الصحابة ما شافوا مثل علي يقاتل هذا القتال الشرس إلا رجل واحد رجل كان يقاتل قتال شرس جدا فنعجبوا الصحابة بعلي بهذا الرجل فواصلوا القتال إلينا الله فتح عليهم هذا الحصن ودخلوا أهل خيبر للحصن الثاني وقفلوا على أنفسهم وانتصروا المسلمين على أول حصن وجو ثمانية رجال من أقوياء الصحابة يبقون يرفعون باب الحصن عشان يشوفون قد إيش قوة علي بن أبي طالب فما قدروا يزحزحون ثمانية من الصحابة فعرفوا بأنها كرامة من الله سبحانه وتعالى بس كانوا منصدمين من قتال هذا الرجل الثاني كان يقاتل قتال شرس جدا فوصل خبر انعجابهم للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرف النبي صلى الله عليه وسلم انعجبوا بهذا الرجل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار انصدموا الصحابة هو من أهل النار وهو يقاتل القتال الشرس هذا وكان مع جيش علي بن أبي طالب بس السبب راح نكتشفه في الجزء الثاني بإذن الله واللي بنذكر فيه قصة هذا الرجل وفتح المسلمين لباقي حصون خيبر زي ما قلنا قبل كده خيبر عبارة عن حصون ضخمة جدا ضخمة وكثيرة وبداخلها خيرات والمسلمين عشان يفتحون هذا الحصون لازم الوقت والقوة والاجتهاد والإيمان بالله سبحانه كلها متوفرة إلا المأونة كانت قليلة عند المسلمين إذا كان أول حصن اللي هو حصن ناعم استغرق من المسلمين خمسة عشر يوم نصف شهر في حصن واحد فإيش سووا الصحابة في باقي الحصون خصوصا أن المسلمين فتحوا حصن ناعم وما بداخلها أي مأونة ما فيه أي شيء فقط كان هو جدار منيح لابد للمسلمين أن يقتحمونه عشان يبدون في باقي الحصون في قصة اليوم المسلمين بيدخلون في مجاعة قوية جدا وفيه رجل بين المسلمين كان يقاتل قتال شديد جدا بس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بأنه من أهل النار واللي خل الصحابة يدخلون في نوع من الفتنة والاختبار من الله سبحانه وتعالى كيف هذا الرجل اللي يجاهد ويقاتل في سبيل الله يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار كيف خرجوا المسلمين من هذه المجاعة القوية طبعا المسلمين قاتلوا قتال شديد حتى فتحوا حصن ناعم بس حصن ناعم طولوا فيه جلسوا 15 يوم فنفذت المؤونة يعني الجيش دخل في شبه مجاعة وكانوا المسلمين معتمدين على الخيرات اللي راح يكسبونها من خيبر كانوا يعني بيحاربون حتى يفتحون الحصن ويأخذون الخيرات ويستمدون من هذه الخيرات الطاقة بعد الله سبحانه وتعالى في فتح باقي الحصن بس الصحابة ما حسبوا حساب أن حصن ناعم أنه ما فيه أكل ولا فيه مؤونة أبدا والمسلمين طولوا فيه جلسوا فيه نصف شهر بس انصدموا أن حصن ناعم ما فيه أي شيء حصن فقط منيع يعتبر للحماية هنا الصحابة جتهم صدمة كانوا يعتقدون بأن بيفتحون حصن ناعم من بعدها راح تجيهم الخيرات وقد أكلوا كل المؤونة عشان يفتحون حصن ناعم يعني كان في عقلهم بنفتح حصن ناعم بنأكل لكن فتحوا حصن ناعم ما فيه أي شيء فاختلطت مشاعر الصحابة هنا بين الفرحة والحزن فرحة إنهم فتحوا حصن واحد والحزن إنه ما فيه أكل ورح يهلكون ومي هذه الصدمة الوحيدة لأن الصحابة ما كانوا يعرفون بأن الله سبحانه وتعالى بيمتحنهم انتحان ثاني غير الجوح طبعا في فتح حصن ناعم كان فيه رجل غامض يقاتل قتال شرس فالصحابة رضي الله عنهم انعجبوا في قتال هذا الشخص كان يقاتل قتال شرس جدا فكانوا الصحابة يتحدثون أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن شراسة قتال هذا الشخص أو هذا الرجل بس انصدموا من ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أن هذا الرجل من أهل النار مو من أهل الجنة فانصدموا الصحابة من اللي سمعوها يا رسول الله من أهل النار كيف يا رسول الله من أهل النار كان يقاتل قتال شرس ما شفناه إلا مقاتل قتال قوي جدا طبعا هذا الرجل اللي قاتل قتال شديد كان فيه جراح كثيرة يعني من شدة قتاله كان يقاتل بشراسة لدرجة أنه انجرح كثير والجراحة كانت كثيرة في جسده فكان يتعالج في الخيارة في يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار كانت بعض الناس أن يرتاب يعني يجاه في قلبه شك ويوسوس لهم الشيطان لكيف هذا مقاتل وقاتل قتال شديد بل جرح جراح بليغة جدا يكون من أهل النار كان بعض الصحابة يراقب هذا الرجل لأنه قاتل قتال شديد وجرح كثير بسبب استبساله في القتال فكانوا يراقبون فانصدموا بشيء سواه هذا الرجل والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جارسين إلا برجل يصرخ ويصيح الله أكبر صدق رسول الله قام الصحابة وسألوه ويش فيك؟ قال لم يصبر على جراحه فأخذ سهم من كنانته وأنذد بهذا السهم في عنقه يعني باختصار خلص على نفسه انتحر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر أشهد بأني عبد الله ورسوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بأنه ينادي في كل الصحابة فنادى بلال رضي الله عنه في الصحابة كلهم وقال إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الله يكفينا الشر المهمة طبعا مقاتلين أهل خيبر انحازوا مباشرة إلى الحصن الثاني اللي هو حصن الصعبة دفلوا على أنفسهم وتخبوا وراها ونفس الطريقة يطلعون فوق الحصن ويرمون من فوق الحصن على المسلمين يرمون عليهم بالنبال ويقاتلونهم بالحجارة نفس طريقتهم الأولى ونفس ما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني باختصار جبنة أهل الخيبر يرمون بالنبال والحجارة والمسلمين يأخذون الحجارة ويردونها عليهم والله كنت شفت المشهد هذا قبل كده بس خليني ساكن سبحان الله طبعهم واحد ما يتغير المهم قاتلوا الصحابة قتال شديد بدوا ويستميتون في القتال والجوع والعطش بدأ يزيد ويزيد في الصحابة خلاص وصلوا إلى درجة الهلاك خلاص بيموتهم من الجوع والعطش كانوا الصحابة يجتمعون في آخر اليوم من القتال ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم يعني الوضع جدا صعب تقاتل ناس جبناء يصعدون فوق الحصن ويرمون فكان الأمر جدا صعب على الصحابة صعب نفسيا وبدنيا ناموا الصحابة اليوم الأول وقاموا لليوم الثاني ويقاتلون بنفس الشرازة يستميتون بالقتال ويحاولون بقدر المستطاع أنهم ما يبينون لأهل خيبر ومقاتلين خيبر أنهم جيعانين أو فيهم شيء يعني كل واحد وجهه مثل الصب لا يبدي أي مشاعر وأي رحمة وأي ضعف للخصب والمسلمين يرمونهم برميهم اللي رموهم بس حسوا الصحابة أن أهل خيبر بدوا يرمون بشيء مثل الآلة يعني صار رميهم قوي شويتين يعني هذا الرمي مهو برمي آدمي كأن فيه مدفع أو من جنيق جالس يرمون به فاشتد القتال وكأنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى جوع وعطش والرمي بدأ يشتد عليهم صارت الحجارة أكبر حجم وأقوى في الرمي على المسلمين خلص القتال في اليوم الثاني من حسار حسن الصحبة ورجعوا المسلمين لخيامهم وهم يتفكرون في هذا الشيء اللي حصل وشو هذا الشيء اللي جالسين يستخدمونها أهل خيبر وهم على حالهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويخططون إلا وهم يشوفون حمير أهلية حمير جالسة تمشي والمسلمين بيموتهم من الجوع فقاموا المسلمين قاموا على طول وقالوا يا ولد خلونا نصيد هذه الحمير فقاموا الصيادين من الصحابة واركبوا على خيولهم ويصطادون هذه الحمير وفعليا استادوها كلها ما ذكر كم عددها لكنها كانت حمير كثيرة دبحوها هذه الحمير بسرعة ورموها سريع سريع في القدور وصب لك شويتين ملح ويجيك أحلس ليك حمير على كيفك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف إلا من ريحة شيء جالس يطبخ الريحة انتشرت وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطبخون حمير أهلية والظاهر أن هذا الحمير كانت لأهل خيبر والصحابة جالسين يقلبون في القدور إلا بمنادي ينادي إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمير الأهلية أو الإنسية رواية ثانية نجس الصحابة بيموتون جوح وحاب من قوة الجوح بعضهم قد أكل نص الفقر قل لي أكل نص الكتف قد بدوا في الأكل حتى يوم سمعوا هذا الكلام رموا اللي في أيديهم مع شدة الجوع اللي كانت فيه وقفوا الأكل مباشرة وسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة قام يستفرغ وكان بعض الصحابة يتعمد الاستفراغ يعني يدخل أصابع في حلقة ويستفرغ اللي في بطنها على قوة الجوع اللي كانت فيه يقولون الصحابة شلنا القدور وقمنا كبيناها كاملة وحلنا قلوبنا بتتقطع إذا وصل الواحد لمرحلة من الجوع ما يدور على الشيء اللي قاعد يابل خلاص أي شيء بيكون ألذ شيء باختصار قاموا الصحابة وكبوا كل القدور في الأرض وهم يا الله يا الله يشلون القدور من الجوع ولا فيها أكل أبدا فحزنوا الصحابة ولكنهم كانوا متأكدين ومحتمدين على الله سبحانه وتعالى وكانوا يتبعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف حتى اللي أكل منها قام يستفرغ لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نطف في النار نطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة اللي دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بأساده ما تبغى يستفرغ اللحم بس النبي صلى الله عليه وسلم واساهم بالكلام هذا وقال إن الله سيأتيكم برزق وأحل من داع وأطيب من داع شفت هذا اللحم النجس ربي سيبدلك خيرا منه بس اصبر طبعا هذا الكلام عزز في نفوس الصحابة تعزيز كبير فاستعادوا نشاطه وعرفوا بأن النصر رح يكون قريب طبعا في هذا الغزوة حرمت الكثير من اللحوم لحوم الحميرة الأهلية وغيرها من اللحوم اللي مذكورة في النصوص وفي الأحاديث وفي هذا الغزوة برضو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات وبعدها تصلي في المسجد فهما نهيها شفتوا كل هذا التشديد والتحريم والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في حالها من المجاعة لا يعلم في حال الله سبحانه وتعالى كل هذا كان اختبار من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يختبر الصحابة ويختبر صبرهم فما تتخيلون إش اللي صار بعدها فصبروا الصحابة وقاتلوا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف فبعد هذا الموقف تحولوا الصحابة من بشر عديين إلى وحوش بشرية وكانوا يقاتلون شوية ويستريحون شوية وهنا حصل موقف عجيب وهم مستريحين في المخيم حقه بعد ما رجعوا المسلمين لمخيمهم شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان معه أغنامه قد خرج من الحصن بعد ما هدي الحرب عشان يرعى بغنمه شويته كان يعتقد بأن المسلمين ما راح يشوفونه فأول ما شافها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الرجل يطعمنا من هذه الغنم فقام واحد من الصحابة اسمها أبو اليسر فقال أنا يا رسول الله لها خلا هي عندي وبأسرع من البرك ركب هذا الصحابي على خيله وخيله يركض من سرعته فهذا الراعي شاف إلا بالخيل جاية من بعيد الخيل يسابق الريح فقام هذا الراعي يهش غنمه بسرعة عشان يدخلهم الحصن والخيل هذه جاية من بعيد فقام هذا الراعي يدخل أكبر عدد من الغنم وعلى آخر لحظة قبل ما تدخل آخر غنمتين يشيل هذا الصحابي تحت إبطيه غنمتين وهو راكب على الخيل شل غنمتين تحت إبطيه على الإبط اليمين غنمه وعلى الإبط اليسار غنمه والخيل يجري بأسرع سرعة يقول وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا شائلها ومني مستوع شايل غنمتين وراكب على الخيل هذه احتاجه للمهارة قوية يقول ما حسيت بثقل الغنمتين إلا يوم وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحس بالتنميل في يديه من ضغط الغنمتين في ابطح يقول ما فكيتها اللي انطرحتها عند النبي صلى الله عليه وسلم رزق الله سبحانه وتعالى وكأن الله سبحانه وتعالى يبدلهم بدل الحمير هذيك غنمتين أطيب بكثير من هذاك اللحم النجس بس الغنمتين هذي اش يتسوي مع 1400 صحابي على غنمتين بس تعتبر تصبير وجاء اليوم الثالث للحصارة خلاص الصحابة استقووا شويتين وبعد ما واساهم الله سبحانه وتعالى بالغنمتين هذي استبشروا الصحابة ورجعت لهم طاقتهم اشتد القتال كان فيهم طاقة بس الطاقة هذه انتهت في أول عشر دقائق ما مر عشر دقائق للصحابة يتخابطهم الجوع بس حاولوا بقدر المستطاع ما يبينون تعبهم ولا جوعهم لمقاتلين خبر بس مع القتال تعبوا تعبوا تعب شديد فرحوا مجموعة من الصحابة من بني أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تعبانين تعب شديد وجوع كانوا في نص القتال يقاتلون وقالوا يا رسول الله تعبنا يا رسول الله جهدنا جوعا ضعفنا ما احنا زي أول يا رسول الله وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تألى وبدت ملامح الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم تبين ففي لحظتها ومشاعر النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن عارية جدا رفع يديه لله سبحانه وتعالى ودحها وقال اللهم إنك عرفت اللهم إنك عرفت حالها وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياها فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم عنها وأكثرها طعاما والصحابة يقاتلون سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فاستبشروا واشتهدوا وعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب وبأن نصر الله سبحانه وتعالى قريب إلا بقدرة قادر وجيه أهل خيبر تتغير ويمتلي وجيههم بالرحبة وبدوا يتراجعون وكأنهم أول مرة يرون ما يرون وكأن الله سبحانه وتعالى مد الصحابة بملائكة أو مدهم بطاقة قوية جدا تجعلهم يحاربون بشدة إلى درجة أن أهل خيبر بدوا يمتجعون ويخافون من المنظر اللي يشوفونه ومن قوة الصحابة أو أن الله سبحانه وتعالى بث في قلوب أهل خيبر الخوف والحزن وحب الدنيا زي ما قلنا قبل الشخص اللي يحارب لدنيا ضعيف 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 جدا أما اللي يحارب لآخرها ولله سبحانه وتعالى ما حد يقدر يوقف في وجهه فكبروا الصحابة يمشافوا وجيههم خافة كبروا وضربوا الأبواب بأقوى قوتهم يكبرون ويضربون الأبواب وهم يضربون الأبواب إلا الأبواب فعليا بدأت تنهار يسمعون طقطقة الأبواب هي تتكسب ودخلوا الصحابة أول حصن وأول ما دخلوا صدموا الصحابة من اللي شافوا خيرات كثيرة جدا شافوا اللي كانوا يتمنونها من زمان أنواع الخبز والفواكه والتمور بجميع أنواعها وأشكالها وهم بيموتون جوع وشافوا الشيء اللي كانوا يتفكرون فيه من قبل الشيء اللي كان يضربهم بقوة أو يرمي عليهم هجارة كبيرة اللي هو المنجنيق فتشجعوا الصحابة وانسحبوا أهل الخيبر يمشافوا القوة في وجيه الصحابة وحبهم للدنيا خلاهم ينحازون إلى الحصن اللي بعدها ويتخبون خلفها واللي هو حصن قلعة الزبير وكان هذا الحصن زي ما قلنا في مرتفع شوية وعلى اسمه كان زي القلعة وكانوا أهل الخيبر قد انقسموا القسمين ناس اندسوا أو حاربوا في حصن الصعب وناس قالوا خلوا حصن الصعب وانحازوا إلى الحصن اللي بعده اللي هي قلعة الزبير كان قلعة الزبير في مرتفع فاللي كانوا في قلعة الزبير يمشافوا أخوانهم وأهاليهم دخلوا معهم في القلعة الزبير تحطمت معنوياتهم خلاص حسوا بالهزيمة والمسلمين بينجنون فرحة دخلوا وشافوا هذه الخيرات كلها اللي جالس بين الخبز يا واللي بين القمح يسوي له خبز واللي بين التمر والفواكه أهل الخيبر خسروا الكثير من المؤونة بس قلعة الزبير كان في مؤونة هاسر فما كانوا متحطمين كثير يعني تقريبا خسروا الربح بس المسلمين نفسياتهم تعدلت أكلوا وشربوا وفرعوا باللي حصل له وبفتح الله لهم وبأن الله سبحانه وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيبدلهم خيرا منه وأطيب منه اللي هو لحم الحبير تحققت فبدأوا أهل الخيبر يلومون أنفسهم يتلاومون بين بعض فاللي إن حازوا إلى قلعة الزبير من قبل قالوا حنا قلنا لكم أنكم تجون معنا من أول واللي كانوا يقاتلون في حصن الصعب يقولون أنتم ما جلستوا معنا ولا كانوا ما دخلوا حصن الصعب وبدأ النقاش الحد بينهم ومع هذا النقاش الشديد بينهم طالحوا ناس من أهل الخيبر طالحوا يصيحون في خيبر نفسها آمنوا بالله آمنوا بالله التوراة موجودة فيها محمد والله سبحانه وتعالى خبرنا عنه وإن سيظهر ولكن هذا كل كبر في قلوبكم كنتوا تتمنونه من نسلكم ولكن الله سبحانه وتعالى فعل ما يريد علمهم أنهم جلستوا يتناقشون نقاش طبيعي ولكن الكفر اللي كان في قلوبهم والغيط والحقد ما خلاهم يسمعون حتى طبعا مباشرة من بعد فتح حصن الصعب بدأ حصار حصن قلعة الزبير والمسلمين في حصار قلعة الزبير وفي آخر الليل خرج رجل من أهل الخيبر واتجه لخيام المسلمين كان اسمه غزان وكان ينادي يا أبا القاسم يا أبا القاسم بس كان يحاول أن يخفض صوته عشان أهل الخيبر ما يسمعونها ويدرون أنه نزل في آخر الليلة وما كان مع سلاح أبدا فأمنوه الصحابة ودخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أنا أريحك من هذه القلعة هذه القلعة خلاص في جيبي وهذه القلعة هي آخر حصن وهذه النطاحة وتصير تنتقل للقسم اللي بعد عليه وقسم الشق بس بشرط يا أبا القاسم تؤمنني أنا وأهلي وأولاتي وتأمن لي مالي وحلالي كله على أن يعلمك هذا السر اللي بيفتح لك هذا الحصن فأمنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم الحصن هذا يا أبا القاسم لو تجلس سنة عندك تقاتل هذا الحصن لا تستطيع فتحه أبدا أنا عندي سر لك إذا عرفته راح تنتصر من أول ليلة فيه جداول تحت الأرض جداول من الماء يخرجون أهل الخيبر لهذا الجداول يستقون ويشربون ويتقوون على حربه في الماء في هذا الحصن ما ينقطع وهذا سبب انقسامنا لنصفه فكان منا جزء انحاز لهذا الحصن لأننا دارين أن هذا الحصن ما راح ينفتحه أبدا فأنا لي الأمان على مالي وأهلي على أن يعلمك وينما كانها فتقطع عليهم الماء فأول ما تقطع عليهم الماء ينقطع عليهم هذا الجدول فينقطع عليهم الماء تماما فعليا ينقطع تماما يموتهم من العطش فعليا غزال هذا كان صادق في كلامه وروح مع مجموعة من الصحابة يوريهم وين مصدر هذه الجداول وقطع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجداول وجلسوا المسلمين في هدوء ينتظرون إيش بيصير فيهم؟ وكان هذا الهدوء ما قبل العاصفة فلي لازم تعرفونه أن الشخص إذا وصل إلى درجة الموت يصير فيه حالة من الجنون يستميت يعني إيش يستميت؟ يعني في كلتا الحالتين بموت فبختار الحل اللي فيه احتمال حياة أكثر في جلوسهم في الحصن رح يقتلهم رح يموتون عطش أما خروجهم للقتال فيه احتمالية نجاح ولو واحد في المية يا رجل كانوا المسلمين في انتظار جاهزين ماسكين أسلحتهم فجأة إلا بأهل الخيبر كلهم يخرجون من الحصون لابسين الدروح مستميتين في اللي خرجوا يقاتلون بشراسة قوية شراسة قوية جدا وكانوا محاربين معترفين فقتل من المسلمين مجموح وانجرح من أهل الخيبر مجموح والسبب أنهم أهل الخيبر عشر ألاف والمسلمين ألف واربعمية لكن الله سبحانه وتعالى بث في قلوب أهل الخيبر الرح فخرجوا وكأنهم شافوا أسود قدامهم مبشر فانسحبوا ودخلوا في حصن أبي وهو في منطقة الشق فلحقوهم الصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق فوضع النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق نصب عيونهم وهم في حصن أبي فأول ما شافوا المنجنيق حقهم بدوا يهدون أهل الخيبر وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رماهم بالمنجنيق بتدمر حصن بتدمر منجنيق بيكسر حصن فخرج رجال من أهل الخيبر إلى المبارزة على الطريقة التقنيدية القديمة وكأنهم يقولون خلونا نرجع زي قبل يعني كده أقل شي تعطونا فرصة أن نفوس فخرج رجل من أهل الخيبر كان قوي جدا طلع ويمشي ويتفاخر على نفس طريقتهم الأولى يتفاخر ويمشي ويلعب بسيفة خرج لها أبو دجانة بإعصابة أهل حمراء تولى الأمر كامل قتلها أبو دجانة واركب أبو دجانة على أبواب الحصن والحقوه الصحابة واصمروا الصحابة ودخلوا حصن أبي مع أنهم دوبهم مسترحين من قتال هنا أهل الخيبر تحطم تحطموا تماما اشهدوا للحوش فعليا دوبهم خلصوا من القتال ومعهم من جنيق ولا استخدموا المنجنيق فعليا قلوبهم انتلت بالروح تخيل معهم من جنيق ويقاتلون بأيديهم فقاموا أهل الخيبر وهربوا من حصن أبي تماما ودخلوا حصن نزار وانقسموا أهل الخيبر لنصفين ناس يقاتلون تحت وناس يرمون من فوق يعني ناس يرمون من فوق الحصن وناس يقاتلون الصحابة لأن ما يمدهم حتى يشردون ما يمدهم يهربون ويسكروا على أنفسهم الصحابة مستميتين خلاص داخلين كل واحد يبغى الشهادة يبغى النصار وقاتلوا الصحابة قتال شرس اللي بدون يزحبون أهل الخيبر شوي شوي اللي في آخر اللحظة قفلوا عليهم في الحصن هنا صار باقي قدام الصحابة حصن نزار وحين النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستخدم المنجنيق الصحابة باقي محامين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق فرموا الصحابة جدار هذا الحصن بالمنجنيق فانصدموا من اللي شافوه من أول رميه انهدم جدار الحصن كامل طبعا الصحابة ما قد شافوا من جنيق قبل كده ولا استخدموا فانصدموا يعني من فعالية هذا الاختراح تهدم الجدار في لحظات ودخلوا الصحابة لحسن نزهر وهربوا أهل الخيبر للقسم الثاني وهي الحصون الكبيرة الضخمة وكانت محوطة عليها وكأنها خيبر ثانية من كبرها يعني كأنهم دخلوا على خيبر ثانية الصحابة وكانت مغلقة جدا رسال الله سبحانه وتعالى بث في قلوب أهل خيبر الرحب فعليا كانوا مرتعبين جدا وشاف النبي صلى الله عليه وسلم الرعب في قلوبهم من بعد ما شافوا فعالية المنجنيق في حصونهم فشاب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق وحطها أمام عيون وبدوا الصحابة يقاتلون القتال القديم وما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق هذه المرة ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الصحابة قتالهم الأول يأخذون نبالهم وحجارتهم ويرمونها عليهم فجلسوا الصحابة على هذا الحال 14 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم المنجنيق بس نصابها أمام أهل خيبر عشان يخوفهم فخافوا خوف شديد لأنهم عرفوا بأن نهايتهم على هذا من جنيق إذا فيه من جنيق خلاص انتهت حصونه قاموا يرجعون لبعض ويتحدثون مع بعض ويتناقشون هل فعليا نبقى نخسر حصوننا هذه لبنيناها وبنوها إجدادنا فاتفقوا على أنهم يطلعون بالصلح فصاحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح ونزل كبيرهم من الحصن كان اسمه ابن أبي الحقير وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا لا تقتلون المقاتلة منا وتركوا لنا أولادنا أما النساء خذوهما بس تتركونا أولادنا ولا تقتلون رجالنا وإن لكم الأراضي حقتنا ولا تخلوا لنا شيء إلا ثيابنا اللي علينا فقط فأخذوا الصحابة الغنائم كلها وسبوا النساء وكان من اللي سبيت صفية رضي الله عنها صفية بنت حيي بن الأخطب أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بس يوم جوا يخرجون أهل خيبر جوا مجموعة للنبي صلى الله عليه وسلم يتناقشون معه وقالوا له يا أبا القاسم اتركنا في مزارعنا يا أبا القاسم نشتغل فيها حين نشتغل فيها ولكم ثمارها بس خلونا في أراضينا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم أجر على شغله أعطاهم جزء من الثمار كراتب على شغلهم في هذه المزارع اللي أصبحت من غنائم المسلمين ولي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندها غلمان يشغلهم في هذه المزارع لأنه كان عادة يشغل الغلمان في هذه المزارع لكن مزارعهم كانت كبيرة جدا فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي وهذا الشغل فاستعملهم وعطاهم حق شغلهم وبكذا فتحت خيبر وبقيوا أهل خيبر في خيبر إلين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصى بوصية وقال فيها طبعا ما بقدر أقول لكم الحديث نصا بسبب أن اليوتيوب يتحسس من هذه الكلام بس بحط لكم إياها نص وبحاول أشلح لكم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أخرجوا كل شخص غير المسلمين من جزيرة العرب كاملا دينا في جزيرة العرب أخرجوا والنص زي ما أنتوا شايفين فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عمر بن الخطاب وأصبحت بحمد الله هذه الأرض خالية من الشركيات والبدأ إلى يومنا هذا إلين هنا وصلنا لنهاية معركة اليوم أو غزوة اليوم طبعا ما خلصت السيرة هنا لأن الأحداث الجاية جدا مشوقة مليئة بالأحداث ومليئة بالمعارك والقتال والبطولات نشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية من هذه السلسلة وزي ما قلت لكم إذا أنت حاب هذه السلسلة طرقت سويت لها قائمة تشغيل من البداية للنهاية فيها كل الأحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر إلين آخر مقطع عشان ما تتلخبط سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصفرك وأتقول لك أشوفكم على خير بتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة